بيس بي عباني والسلام عليكم هلو افرابادي اهلا ابنائي وبناتي طلاب وطلبات صف السادس الابتدائي هنكمل دلوقتي ان شاء الله منهجنا الازهر تريد طب سكس عن دنا ينت فور واتصدى طاعة الافضاء ينت عنوان الوحدة بتاعتنا يعني الطاقة والبيئة نشوف مع بعض لسن فور واتصدى طاعة الافضاء لسن عنوان الدرس بتاعنا يعني الحفاظ على الطاقة او توفير الطاقة يلا نشوف الدرس بتاعنا لو عايزين تشوف الدرس اللي فاتت هسيب لكم الرابط بتاعتها ان شاء الله في صندوق الوصفة كمان هسيب لكم رابط لصفحة الفيس يوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام شوف مع بعض كل حاجة الدرس بتاعنا بيبدأ بتاكس تنص بيتكلم عن ايه هلو نشوف كده يعني مصطلح الو الحفاظ على الطاقة كله بيتكلم عن اننا نستخدم طاقة اقل يعني كمان نستخدم الطاقة بكفاءة لقي طرق نستخدم بيها الطاقة بكفاءة دي حاجة مهمة لاننا لما نستخدم طاقة اقل فاحنا كده بنساعد البيئة وكمان بنوفر فيه في طرق كتير ممكن بها نحافظ على الطاقة في حياتنا اليومية يعني طريقة ممكن نحافظ بيها على الطاقة اننا نستخدم حاجة اسمها الثرمستات اللي هو الجهاز اللي بينظم درجات الحرارة وبيكون مبرمج قابل للبرمجة يعني الجهاز الخاص دوت بيقدر يخلي درجات الحرارة يغيرها في بيوتنا بيخليها ملائمة ويكيفها من غير ما احنا نعمل العمل ده مش لازم نفتكر نحن نقوم نحن نضبط درجة الحرارة لأ هو من نفسه بيضبط درجة الحرارة it can lower the heat when we are sleeping ممكن يقلل الحرارة وإحنا نيمين or not at home أو ميقلعش في البيت and raise it when we are there أو يعني لو إحنا برر البيت سوري لو إحنا برر البيت أو إحنا نيمين يقلل الحرارة ويرفعها لو إحنا موجودين by doing this وهو بيعمل كده بقى we can save up to 10% on our energy bill يعني ده ممكن يوفر لنا حوالي 10% من فطورة الطاقة بتاعتنا another way to save energy طريقة تانية نوفر بيها الطاقة ونحافظ عليها is by using energy efficient appliances إننا نستخدم أجهزة بالكوف في استخدام الطاقة these are special appliances هي أجهزة خاصة that use less energy بتستخدم طاقة أقل than regular ones عن الأجهزة العادية you can tell if an appliance is energy efficient by looking for the energy star label ممكن تعرف الجهاز دوت يطارة كوف في استغلال الطاقة ولا لأ لعن طريق أن أنت تبص على اللابل اللي هو energy star اللي يعلمت الطاقة بتاعتها موجودة على الجهاز when we use energy efficient appliances لما نستخدم جهاز قفء في استخدام الطاقة واستغلال الطاقة we can save money كده بنوفر فلوس and help the environment ونساعد البيئة at the same time يعني في نفس الوقت we can also conserve energy by changing our daily habits ممكن كمان نحافظ على الطاقة عن طريق تغيير عادتنا اليومية for example when we can turn off the lights يعني مثلا ممكن ندخل أنوار when we leave a room لما نسيب القوضة ونمشي ندخل النور unplug devices when we are not using them زي ما قلنا برضو قبل كده unplug devices يعني نشيل فيشة بتاعت الأجهزة لما مش بنكون بنستخدمها and wash our clothes in cold water ونخسل ما لابسنا بمية بردة these may seem like small things يعني الحاجات دي ممكن بالنسبة لنا البانينا هي صغيرة but they can add up to big energy savings لكنها تقدر توضيف كتير بطرق توفير الطاقة remember if ticker energy is important الطاقة مهمة and we need to use it wisely وإحنا محتاجين نستخدمها wisely يعني بحكمة by conserving energy بالحفاظ على الطاقة we can help protect the environment هنساعد في حماية البيئة and save money ونوفر كمان فلوس so let's all do our part لذلك دعونا نعمل كلنا الواجب بتاعنا to conserve energy في الحفاظ على الطاقة and make the world a better place ونخلي العالم مكان أفضل عندنا definitions تعريفات أول كلمة كلمة programmable programmable معناها مبرمج can be set to operate automatically at certain times or conditions يعني جهاز بيخليه معد آليا أو بشكل أوتوماتيكي يقدر يتغير ويثبط إعداداته لوحده في أوقات معينة أو ظروف معينة اسمها الكلمة programmable programmable thermostat thermostat اللي هو جهاز thermostat a device that controls the temperature جهاز بيتحكم في درجة الحرارة of a system تعت أي جهاز such as heating زي التسخين or cooling أو التبريد in-house في البيت automatically automatically يعني ذاتيا without needing human intervention مش محتاج تدخل الإنسان it happens on its own بيعمل لوحده automatically adjust يعني يعدل أو يغير to change or alter something often to make it better suited for a specific purpose يعني يغير شيء يخليه أكتر مناسب أكتر في مكان أو الغرض محدد lower يعني يقلل to reduce or make something less high or intense يعني يقلل الحاجة bill فاتورة the amount of money owed for goods or services received اللي هي الفاتورة الكمية الفلوس اللي احنا بندفعها مقابل سلع أو خدمات energy efficient موفر للطاقة using less energy بيستخدم طاقة أقل to accomplish the same tasks or achieve the same results يعني بيستخدم طاقة أقل عشان ينفذ مهمة بنفس المهمة أو يحقق نفس النتائج regular يعني منتظم usual or normal معناها usual أو معتاد أو عادي not special or exceptional ما هوش خاص ولا مميز ولا استثنائي regular يعني جهاز عادي energy star بطاقة تعريف للأجهزة الموفرة للطاقة يعني الجهاز الموفر للطاقة بيبقى عنده حاجة اسمها energy star label a label يعني بطاقة that identifies energy efficient products and appliances يعني بطاقة كده بتحط الأجهزة اللي موفرة للطاقة a dot a dot يعني يجمع to accumulate or total over time يعني بيجمع حاجة عبر على مر الأمر الوقت savings يعني مضخرات money saved or preserved for future use يعني فلوس رائلينها اللي هستخدمها في المستقبل بنسميها savings يعني مضخرات wisely يعني بحكمة in a smart or careful manner بطريقة حكيمة أو حريصة making good choices based on knowledge and experience يعني ناخد قرارات واختيارات جيدة قائمة على معرفة أو خبرة wisely يعني بحكمة عندنا بعد كده top tip بتتكلم عن pronunciation عن نطق الحارفين اللي همه CH بيقولانا CH can be pronounced in many different ways ممكن ننطقها بدرق مختلفة for example أول حاجة cha المشهور عندنا طبعا ان الشيء بتتنطق cha this is a cha sound found in Latin words like زي كلمات ايه cheese church chocolate هنا الشيء بتتنطق cha كمان ممكن ننطقها cha زي ايه زي كلمات زي مثلا school ache هنا الشيء بتتنطقت ايه نطقت cha كمان ممكن ننطقها cha زي ايه زي كلمة chef يبقى الشيء بتشليها اكتر من طريقة ممكن ننطقها بيها ناخد امثلة اكتر اول حاجة نطقها cha زي teacher cha attachment unmatched cheese chocolate church كمان تتنطق cha زي anchor chaos stomach stomach school orchestra orchestra echo mechanic كمان بننطقها الشه زي brochure machine chef parachute fustia mustache dh 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 امثلة ازاي ننطق l-ch extra vocabulary الكلمات اللي عندنا النهار ضربية تفتر من مجتمع يعني community 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 عادت habits 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 يتكيف adapt 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 ممارسة practices 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 يتذكر remember 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 يشجع encourage 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 صديق للبيئة eco-friendly 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 درجة الحرورة temperature 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 فوائد benefits benefits بنيفتز زمالة الفصل classmates 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 الات devices 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 يبدو سيم 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 يحافظ conserve 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 يفصل كهربائيا unplug 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 تعبيرات وحرف جر مهمة يوفر الطاقة اسمها save energy save energy يزيد الوعي raise awareness يبقى يزيد يعني ايه يرفع يعني raise raise awareness وعي بالطاقة energy conscious energy conscious الهدف الرئيسي main goal main goal في المنزل at home يطفق turn off يدخر لكي save up to يبحث look for conjugation of verbs تصرفات الافعال يفكر think thought thought يؤدي الى lead to let to let to يجد find found found يخبر tell told told يلا نحل شوفها من النهاردة dialogue يلا between حمزة and add هم بيقول what's the main goal of energy نستخدم الطاقة بكفاءة او بتوفير نوفر طاقة نشوف الكلمات كده save يعني يوفر energy الطاقة conservation يعني الحفاظ على الطاقة homes يعني المنازل يبقى what's the main goal of energy ايه اكيد energy conservation يعني الهدف الرئيسي من الحفاظ على الطاقة هو ايه قالوا to use more energy efficiently نستخدم طاقة اكتر بتوفير how can a programmable thermostat help conserve ايه ازاي programmable thermostat ده يقدر يحافظ على ايه على الطاقة الطاقة يعني energy by automatically adjusting the temperature in our بيضبط درجة الحراء اوتوماتيكيا فين في منازلنا في منازلنا يعني in our homes is energy conservation important هل الحفاظ على الطاقة ده مهم قالوا yes because it protects the environment مهم لانه بيحافظ على البيئة وإيه كمان money وبيوفر money and saves money يعني بيوفر الفلوس choose number one اي ثرمستات can automatically adjust the temperature in our homes بنسميه ثرمستات اللي بتضبط طريقة الحرارة آليا في بيوتنا المبرمجة programmable you can tell if an appliance is a by looking for the label ممكن تعرف الجهاز دوت موفر الطاقة ولا لأ عن طريقة انك تبص على الليبل بنسميه ايه الموفر للطاقة ده energy star small things like turning off lights can e to big energy savings الحاجات الصغارة زي انتفاء الانوار ده ممكن يضيف التوفير في الطاقة يضيف اسمها ايه اسمها add up عارف الجر هنا up طبعا نركز في الجمل دي كلها في كتاب المدرسة appliances use more energy than efficient ones يعني الاجهزة بتستخدم طاقة اكتر من الاجهزة الموفرة الاجهزة العادية العادية اسمها regular appliances we can our daily habits to conserve energy and lower our bills ممكن نعمل ايه في عادتنا اليومية عشان نحافظ على الطاقة ونقلل الفواتير ممكن النوائم ونغير نعدل adjust our daily habits نعدل من عادتنا اليومية energy savings can help protect the environment when used يعني مدخرات الطاقة ممكن تحمل بيها لما نستخدم ها بايه بحكمة بحكمة يعني wisely therefore your energy usage can be reduced by using energy efficient appliances ايه الممكن تقل لو استخدم الطاقة في الأجهزة الموفرة وكده الفاتورة الفاتورة اسمها bill بتكتب كده نحفظ الاسبلين بتاعها كويس there are some habits في بعض العادات you can eat to save energy at home ممكن نتبعها او نتبنيها عشان نوفر الطاقة نتبني يعني ايه يعني adopt energy efficient appliances save money and or الأجهزة الموفرة للطاقة بتوفر في الوسوئ كمان وصديقة للبيئة eco friendly can you think of ways we can ايه ايه about energy ممكن تفكر في طرق نرفع بيها الوعي يعني الطاقة awareness awareness نعمل ايه في نرفع الوعي يعني raise awareness simple daily habits like العادات اليومية البسيطة ازاي ايه light lead to energy saving نعمل ايه في الاضواء نطفيها نطفيها يعني turning off the lights conserving energy is a better world and environment يعني نحفاظ على الطاقة ايه بالنسبة العالم افضل ضروري ضروري يعني essential for we must our classmates to be more energy conscious منفروض نعمل ايه اصدقاء نا في الفص ده ما لنا عشان عندنا وعي على اكتر للطاقة مفروض نشجعهم encourage the programmable thermostat can eat the heat when we are sleeping البلاثر مستات المبرمجة ده ممكن تعمل ايه في درجة الحرة وحنا نايمين اكيد بتقلل ها lower devices is one of the ways that lead to energy savings الاجهزة انه ما عمل ايه في الاجهزة ممكن يقلل في استخدار يوفر في الطاقة طبعا نفس الاجهزة unplugging devices you can tell if an appliance is energy efficient by looking at the energy star label ممكن تعرف الجهاز ده موفر الطاقة ولا لما تبحث عن بطاقة الطاقة بتاعته كده خلصنا الدرس بتاعنا اتمنى نكون فهمناه والضان احسنتم تابعوني نكمل بقى المنهج ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق thank you goodbye